السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ في موضوع قوانين الانتاج والانتاجية او قانون مقص الغلة قانون تنقص الغزة الغلة ينص على الاتم ينص هذا القانون انه اذا اضيفت وحدات متتالية ومتساوية من احد عناصر الانتاج العمال الى قدر سابت من عناصر الانتاج الاخرى ارض فان الانتاج الكل للسلع يتزايد اولا بمعدلات متزايدة ثم بمعدلات سابتة ثم بمعدلات متنقص بمعنى ايه ان انا لو عندي عنصر الانتاج عنصر العمال وعنصر الارض العمال عنصر متغير والارض عنصر سابت فانا لو فضلت اضيف عمال لحطة الارض ففي الاول هاجد ان الانتاج الكل هيزيده معدلات كبيرة العام الاول هينتج عدد معين لو دفتله عامل تاني الانتاج هيزيد عامل ثالث الانتاج هيزيد ولكن بعد فترة طالما ان الارض مساحتها سابتة لو فضلت اضيف عمال هاجد ان الانتاج ابتدى ان هو يتناقص بعد ذلك الشروط الواجب توفرها لانتباق قانون تناقص الغلة أو قوانين الانتاج والانتاجية نمر واحد أن يكون التغير في عنصر واحد من عناصر الانتاج مع بقاء كافة العناصر الأخرى سبت فهنا هيكون عنصر العمل هو العنصر المتغير فقط والأرض هو عنصر سابت أن تكون الوحدات المتتالية والمتساوية هي متساوية في الكم والكيف بمعنى أن العمال اللي أنا هادفهم لازم يكونوا متساويين في الكم كل مرة بضيف عامل واحد في الكيف أن هما العمال نفس المهارة العامل الأول مهارته زي العامل التالي تلاتة بقاء التكنولوجيا سبتة أو بقاء الفن الانتاجي المستخدم على حلو مثل الرقم على قانون تناقص الغلة نفترض أنه عندنا عنصر العمل هو العنصر المتغير والعنصر الأخرى سبتة لعنصر الأرض فعندنا العامل الرقم واحد اللي هينزل يشتغل للأرض انتاجه الكل هيبقى ستة وحدات وبالتالي المتوسط هنقسم الكل على عدد العمال أو عنصر العمل هيدينا ستة والنتج الحدي هو الفرق في الناتج الكل الوحدتين متتلاتين فادي عند اضافة العامل الرقم اتنين الناتج الكل تزايد لاربعتاشر العامل الرقم تلاتة الناتج عمالي تزايد اربعة وعشرين والعامل الرقم خمسة انتاج تزايد لحد العامل الرقم ستة انتاج وتزايد لاتنين واربعين بعد العامل الرقم ستة لو وضفنا العامل الرقم سبعة هنجد ان الانتاج سابت زي ما هو بقى اربعة واربعين عند العامل الرقم سبعة وعند العامل الرقم تمانية ابتدى الانتاج يبقى سابت. اربعة واربعين كذلك. وبعد العامل رقم تمانية. لو ضيفنا العامل رقم تسعة والعامل رقم عشرة نجد ان الانتاج الكل ابتدى يتنقص. فازن القانون تناقص الغلاء بيمر بثلاث مراحل. مرحلة الاولى هي مرحلة تزايد الغلاء. المرحلة الثانية هي مرحلة آآ الثابات الغلاء. والمرحلة الثالثة هي مرحلة تناقص الغلاء. وهذه المراحل هي يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي هنجد ادي منحنة الانتاج الكل في المرحلة العولية يتزايد بمعدلات كبيرة والمرحلة التانية يتزايد وبعد ذلك يبدأ انتاج الكل في التناقص في مرحلة التالية. وكذلك الانتاج المتوسط والانتاج الحدي. ونجد ان الناتج الحدي او منحنة الناتج الحدي يكون سفر في المرحلة السالية. وهي الثالثة. وهي مرحلة تناقص الغلة. اذا يمر قانون تناقص الغلة. نجد ان الانتاج بيمرر بثلاث مراحل مرحلة الأولى هي مرحلة تزايد الغلة وتتميز بأن الناتج الكل يتزايد بمعدلات متزايدة الناتج الحدي يتزايد بسرعة الناتج المتوسط يتزايد ويصل الناتج الحدي لأعلى قيمة له عند نهاية المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة سبات الغلة وتتميز بأن الناتج الكل يتزايد بمعدلات متناقصة الناتج الحدي يتناقص بسرعة ويقطع الناتج الحدي الناتج المتوسط في أعلى قيمة له في المرحلة الثانية ويصل الناتج الحدي للصف عند نهاية المرحلة الثانية وعند هذه النقطة يصل الناتج الكل الأعلى قيمة له المرحلة الثالثة هي مرحلة تناقص الغلة وخلال هذه المرحلة الناتج الحدي يكون سالبا بهذا يعني أن إضافة عمال إضافية هيؤدل تناقص الانتاج والناتج الكل يتناقص بسبب أن الناتج الحدي سالب والناتج المتوسط أيضا يتناقص ويلحظ مما سبق ان هناك حجم امسل للانتاج والذي عنده يكون الناتج الكل اعلى ممكن. وينصح باضافة العامل رقم تمانية. نحن ان احنا هنضيف العامل رقم تمانية لان الناتج الحدي له يساوي سفر. ولكن بعد العامل رقم تمانية يجب التوقف عن اضافة اي عمال اخرين. يعني ان العامل رقم تسعة لا يجب اضافته. لان انتاجيته سالبة وده هيؤدي طبعا هنعكس سالبيا على الانتاج. وبالتالي فان افضل حجم انتاج هو عند العامل رقم تمانية وهو حجم